إذن من هذه الخلاصة نختم من السودان ومنها نقرأ كلية الطب تسجل ارتفاعا في نسبة القبول والهندسة تتراجع سجلت نسبة القبول لكلية الطب بجامعات ارتفاعا ملحوظا عن العام الماضي فيما سجلت كليات الهندسة انخفاضا طفيفا وسجلت كلية الطب جامعة الخرطوم أعلى نسبة قبول في الكلية التطبيقية بالنسبة قبول 93.7% مقارنة ب92.9% في العام السابق اختلتها كلية الطب جامعة الجزيرة بنسبة 93.1% مقارنة ب92.1% طب جامعة النيلين بنسبة 92.9% مقارنة ب91.7% العام السابق وسجلت كلية الطب جامعة الزعيم الأسهري أعلى زيادة في نسبة القبول هذا العام مقارنة بالعام السابق حيث بلغت أدنى نسبة القبول 92.4% مقارنة ب90.7% في العام السابق فيما بلغت نسبة القبول لطب الأسنين جامعة الخرطوم 92.4% مقارنة ب91.6% في العام السابق وصيدة للمنسبة 91.7% مقارنة ب91.3% في العام السابق رغم تراجع نسبة النجاح لهذا العام من العام السابق سجلت كلية الطب ارتفاعا ملحوظا في نسبة القبول كيف تقرأ ذلك أستاذ خالف؟ نعم بالتأكيد طبعا لما تنزل النسبة بتتاح الفرص أكبر بتزيد فرصة القبول في كليات الطب وغيرها من الكليات التي تتطلب نسبة قبول عالية وطبعا معايير المتبعة حاليا يعني في السودان معايير القبول وهي أن الكليات المرتبطة بالطب والهندسة يعني تاخد نسبة كبيرة رغم وجود جامعات كثيرة جدا لكن ما تزال هي النسبة الأعلى وأظن أنها ناتج برضو لثقافة اجتماعية موجودة في الأسر نعم في الأسر السودانية تفضل الكليات العلمية على الكليات الأدبية وظن ذا برضو فيه خلل بيحدث خلل طبعا اللي قدام في الاقتصاد في المجتمع نفسه نعم وهذا ما يحدث في السودان يعني تاريخيا برضو الثقافة السائدة كانت هي أن الأسر تدفع بأبنائها حتى إذا كانت ليست هذه رغباتهم نعم بتدفع بهم إلى هذه الكليات ومما يؤدي إلى أن أعداد كبيرة جدا تصر على دخول هذه الكليات وتضيق الفرص لأن الفرص ستظل محدودة إذا كان عدد كبير جدا دخل هذه الكليات أو رغب في الدخول إلى هذه الكليات سيضيق الفرص حتى رغم اتساع هذه الكليات وانتشارها لكن سيستمر الضغط على هذه الكليات ما دامت هذه الثقافة مستمرة رغم الزينة الاختراقات التي حصلت فيها نعم ورغم أن هناك عديد من الأسر صارت تمنح أبنائها حرية الاختيار لتخصص المطلوب لكن هذا العام تراجعت نسب القبول بالنسبة لكليات الهندسة مقارنة العام السابق مقارنة بكليات الطبوسة خالد نتيجة هذا العام لا تحتاج إلى تحليل من القبراء بالتأكيد تحتاج إلى تحليل وتحتاج إلى ورش مختصة علمية من الخبراء التربية من الخبراء الأساتذة الجامعات من أساتذة والعلماء في مجال التعليم العام لأنه حقيقة أساس السودان وأساس المجتمع ومستقبل البلد حقيقة في هذه الأجيال ومراجعة هذه السياسات مهمة جدا لأنها تبنى عليها خطط المستقبلية للبلد إذا كانت خطط سياسية إذا كانت خطط اقتصادية إذا كانت حتى خطة الاستراتيجية نفسها والرؤى العامة للبلد ويفترض تبنى على مثل هذه المسائل أهم مؤشر هو مؤشر التعليم في التنمية إذن بالحديث عن حياة البلد ومؤشر التعليم في التنمية كليات الزراعة والكليات التقنية تواصل التراجع رغم حاجة البلاد لهذه التخصصات لماذا لا توفر الدولة محفزات للطلاب لدراسة هذه التخصصات بجانب الطب والهندس والتخصصات المرغوبة نعم في السابق كانت تقدم هذه المحفزات بالذات لخريي كلية الزراعة ولكن من المفارقات الكبيرة جدا في السودان أن غالبية خريي كليات الزراعة لا يعملون في مجال الزراعة نعم وربما غالبيتهم توجهوا إلى مهن أخرى والسبب طبعا السبب متعلق بالسياسات العامة والمساعدة قديمة ولكن صارت أكثر تعقيدا في السنوات السابقة وهي أن الزراعة بقت مهنة جازبة ولأنها لا تحقق إنتاج محفز ولأن سياسات الدولة في السنوات السابقة كانت طارضة لهذه المهنة حقيقة وأن التمويل نفسه للزراعة ضعيف جدا تجاوز نسبة ضعيفة جدا وصحيح الآن في توجه ولكن نتمنى أن يكون في محفزات خريجي كلية الزراعة مشروعات طخمة جدا لاستيعابهم مثلا أوضاع مالية أو رواتب مجزية امتيازات لأن الزراعة القطاع الزراعي هو الاقتصاد السوداني وبالتالي فإذا نحتاج فيه لمحفزات كبيرة جدا ويعني مثلا في دول متقدمة جدا صادف أن زرت أحدى الولايات المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية ووجدت فيها من الملاحظات المهمة جدا افتكر إنها مرتبطة بالثقافة السودانية أن المزارع في الولايات المتحدة الأمريكية يعني لديه تغدير في المجتمع تغدير كبير جدا يوازي الطبيب ويوازي البروفيسر ويوازي تخصصات الأخرى نعم وكونه مزارع لأن المزارع هناك عنده قدرات كبيرة جدا مالية واقتصادية وعنده مكانة اجتماعية في حين إننا في السودان الثقافة للأسف يعني المزارع لا تتجاوز في تغديره أكثر منه مجرد تربال نعم رغم إنها هي مهنة حقيقة عظيمة ومهنة سامية للتأكيد وتستحقها التغدير للتأكيد وغالبية السودانيين هم أبناء ترابلة ومزارعين حتى الأطباء والبروفيسرات والخبراء الذين يصنعون السياسات الآن في السودان هم أبناء هؤلاء المزارعين مع وجود الأرض التي تساعد على نعم ولدي المكانيات نعم إذن الصحف والمحل السياسي خالي سعدنا بك جدا في هذه الفقرة التحليلية شكرا جزيلا شكرا لك إذن أبرد ماجوة في الصحف العالمية والإقليمية بعد الفاصل